صباح الخير زيكم عاملين ايه يا رب تكونوا كلكم بخير الفيديو النهار ده من الفيديوهات اللي انا حبها قوي 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 في المستقبل وهبقى مفصوطة بنفسي اللي انا صورت الفيديو ده والفيديو ده اصلا يعني الفكرة بتاعته كانت موجودة عندي من فترة ومفصوطة عشان حققها الوقت النهار ده هتكلم عن تاريخ تصميم الازياء والخياطة والحاجات دي كلها العالم ده كان بالنسبة لي مبهم او العالم ده كنت بحبه بس من بعيد كده اللي هو ايه مثلا احب ازبط لبسي ده على داوت والبس ده والبس مثلا الطقم ده الفسان دوت على كذا جاكت انا مش عارف ايه فكنت في الكلية كان دايبة داس تقوليني انتي لبسك شيك قوي ومحترم جدا كنت مبصف جدا وكنت بعد مثلا اشوف حاجات على بدت وواعد اروح لخياطة يعمل هالي وكده وكان اكتب حاجة بتخليني افقا مبسوطة ان انا اكون مميزة كانت دايما ناس تقولي البسي الحاجة عشان احبها يعني اطفل كده على دلاب اي حد اقعد قلبس منه حاجات على بعضها حاجات على بعضها كده فتطلع في الاخر منتج حاجة او حاجة حلوة فهي تبسط بيه تقولي خلاص يعني ايه انا الطقم ده وتلبسه على بعضها كده فده حاجة كان بتبسطني جدا وحب احبي دايما ان اكون حد مميز لبسي مش بيبقى زي حد ومش تكبر او تناكك او كده لا بس هو بجد انا ما بحبش اكون على الموضة بحب اكون على الحاجة اللي انا حباها وان هي هتناسبني انا كنور يعني كجسمي وكده يعني لغاية السنة اللي فاتت قربت ان انا اخذ كرس تصميم انا حد مبعبش يرسم خالص 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 انا يعني ايامة ده ايه يعني لو كنت بعب من السبك اللي هي عملة زي السمبوكسة دي بس كنت بعملها بس اخدت الكرس مع واحدة صاحبتي هي بقت صاحبتي اسمها هندا معنا هنا بروسايت من الناس الجميلة جدا انا عايزة اقولكم انها كان بتعلني رسم من اول وجديد البنت اتنقطت معي بس وصلت النتيجة حلوة كحد ما بيعرفش يرسم نهائيا كذا حد مثلا بدأ ان هو ياخد تصميم الازياء من على النت ويتعلمه لان هو وعنده خلفية اصلا بيعرف يرسم فماشاء الله ابدع اما انا ما بيعرفش يرسم نهائيا وبدأت تطلع معي واحدة واحدة لان انا بقيت بعرف ارسله دي المدربة ساعدتني فيها صراح دي بقى اكتر حاجة انا بحبها اتمنى محدش يتبقى على اول ما بسمتها وشوفوا الوقت انا ورسلت لايه كلنا عايزة كلنا عادي بنبدأ حاجة بساطتني ان انا بدأت ارسم بدأت ان انا الافكار اللي عندي تطلع على الورق وطبعا موقفت حبة والحبة اللي انا وقفتهم دول رجعوا مستوية مستوية ما تحسنش بقى عادي بغاية من فترة قررت ان انا اخد كورس تفصيل او خياطة انا حد ما بحبش التفاصيل ما بحبش التفاصيل خالص خياطة مليانة تفاصيل والكمة ومقاس مش عارفة ايه و ايه و حاجات كده كتير و كنت دخلاها كانت اجربة ها اينها تمام زبطت ما زبطتش خلاص الدنيا تمام يعني المهم اخدت الكورس لمدة شهر اعيد اقول لكم ان انا كنت بعاني يعني ان انا كنت بصح الصبح و كده و المكنة و ازاي استخدمها و اللضمة المكنة او طبعا الحاجات دي كلها في الاول عمو بتاع نستنى لغاية ما يخلص عمو خلاص خلاص الحمد لله اعيد اقول لكم ان الشهر ده تعرفت على ناس كتير حلوة قوي حلوة جدا يعني حبيتهم و ناس مختلفة عني فمبسوط ان انا اتعرفت عليهم جدا و ده الحاجات دي كلها هتشوفوها صورت معاهم و عملت اول بلوزة يعني عايز اقول لكم ان انا لقصتها و انا حاولت خياطها مدني مظبطتش لان انا مفلحوسة و بدأ بأول حاجة بستان و طبعا يعني اللي عارفة الخياطة اكتر مني هيبقى عارف يعني ايه انت بنت خياتي ستان بيبقى مهر جدا و و ريخم جدا و اجت فترة ان انا زهقت او اتخنقت و كنت اوقف الكورس اه رحت اعبد الشاي عشان اكمل الحاجات المهم الوقت دوت قلت خاصة ان انا انا مليش خياطة اصلا انا ايه اللي خلينا خيط اصلا اه انا حلو ان انا قاعد اصمم و ابدع و اعمل افكار كده و خلاص يعني المهم اه وقفت يو عارفت اعمل حاجات تانية مختلفة عن الحاجة اللي انا اه بعملها ده ده علمني حاجة ان انا ما سيبش نفسي للاخر ما سيبش نفسي للاخر خالص لما اقفل من الحاجة خالص لأ انا اخد مني اخد هدنة وابدأ اعمل حاجة مختلفة تماما عن اللي انا بعمله وبعد كده ارجع و ده بالفعل ده حصل لما رجعت لأ اه عرفت ان اصلا القماشة دي مكنش ينفع ان انا ابدأ بيها لان انا حد مبتدع وان انا لازم ابدأ بحاجة ابسط وقد كان بدأت وودت لحد وودت القماشة لحد تاني اقفلها لي انا كنت خاص قصتها وعرفة الموديل وكل حاجة بس مكنش عام فاقفلها لان دنيا عندي ما كانتش احسن حاجة كنت مبسوطة بيها جدا عايز اقول لكم ان انا لما لبستها حسيت ان انا لأ لأ لازم تكملي المهم كملت كملت في الكورس وتعلمت اكتر وكدهوت وبعد مخلص الكورس بدأت اعمل حاجات جديدة وهتلاودني بنزل لكم السورات على الانستجرام اللي انا عاملاها فلنشو تابعيني على الانستجرام يروح تابعيني على الانستجرام عشان بنزل حاجات كثير مختلفة شكرا عشان وصلت لغاية هنا هوا كنتم تتفرجتوا علي واتمنى ان انتو تدعموني وتشاركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم ايهاية جديدة انا بننزلها